تزدهر زراعة الخضروات في البحرين بإنتاجها لمحاصيل متنوعة والتي تتميز بجودتها العالية واليوم في زيارة إلى مزرعة عبد الوهاب الوطنية للاطلاع على هذه التجربة الرائدة اليوم نحن في مزرعة عبد الوهاب المزرعة تأسست في عام 2014 هذه المزرعة في هورة عالي تنتج صناف من الخضروات البحرينية الحمد لله أيضا من ميزات المزرعة يمكن تكون أوائل المزارع اللي سمحت للزبان بالقطف باليد والله احنا أول مرة نيجي المزرعة ونشوف الحمد لله يعني شي جيد انه بتدخل المزرعة وبتلقت الخضرة الطماط الفلفل البتنجان كلها نوع الخضرة بتلقتها بنفسك يعني ما لكن الشكلة رخيصة وطالج يعني بعد تشير بروهات المكة يعني مو هناك تقول بايت مالأمس أو مالأو مثل ما عندهندي من العكس موجود كيف قلت اجي السيدلة تبقى تحسن وتعتبر زراعة الخضروات رافدا مهما لتأمين الأمن الغذائي بإنتاجهم لكميات وفيرة طبعا هاي المحمية كلها الفلفل الحمرة أو الفلفل الرومي ناس سمونا نتميز بزراعة الفلفل والطماط الكبير عندنا الطماط الكبير البحريني انتاج غزير والفلفل انتاج غزير والحمد لله انواع الفلفل الحار حاليا نحن في حقل البباي ما شاء الله هذه البباي أشجر البباي وأيضا في الأرض في تحت الزراعة الأرضية اللي هو زراعة البوذنجان انواع من البوذنجان احنا حاليا في محمية الطماط الكرزي اللي يسمى الطماط الكرزي هذا الطماط الكرزي يصفى نفس العنب تميز بزراعة القرع الأخضر القرع يحبون الناس لأنه في فواد كثيرة للجسم للذاكرة يلاقى أشياء كثيرة في مزرعة عبدالوهاب في عروض خاصة للمنتجات البحرينية الطماط الكبير ثلاثة كيلو بدينار الخارجي الطماط المحمي الممتاز نوعية ممتازة خمسمائة فلس الكيلو الطماط الشيري كيلو ونص بدينار الفليف اللي منلونه كيلو ونص بدينار هناك اسعار خاصة للمنتجات اللي تباع بالجملة